انت عايب دايما سبحان الله بنستنى سواء كألميين او كمشجعين مسلا من النجم الكبير ده يبقى كل كلمة منه محسوبة لا بس انا عزا اقولك حاجة برضو تفضل ونصيحة ليكو يا نجم الكبير بتتقال على اي حد دلقتي وبسهولة احنا بقى انا بندي القاو كده بسهولة خد بالك النجم الكبير ما يغلطش او ما يغلطش ايه غلطات صغيرة حيلو عشان النصيحة تكمل انت ايه تعريفك للنجم الكبير لأ النجم الكبير مش النجم الكبير ده اللي اللي هو رصيد كبير في الكورة يعني لا ما احسن مش كل واحد دي رصيد في الكورة اسميه نجم كبير بصراحة اه من وجهة نظر ايه او اسمع له لان فيه فيه نجوم لازم يقفله بقهم لازم ما يتكلمش عشان يحافظ على اسمه وتاريخه اللي هو عمله اه بس انت سميتهم نجوم برضو ماشي حتى لو نجوم بس الفترة بس بعد كده اللي بطلع منك ايه اه يعني انت تقصد انا فاهم تقصد ايه انت ممكن تبقى نجم كبير في ارض الملعب برجلك بس صح كده بس لما جي تتكلم ما عندكش مهارة الكلام دي مش بتاعتك ما تتكلمش اه 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 فهنا هنا في الحد وطبض النجم كبير اه الصورة اللي عندي ليك انت انت نجم كبير فاهم بس ما تضيعش بقال انت عملت انت عملت رصيد في حياتك اه اه اكرا بتكلم بصفة عمال اي حد اي حد اه لو انت عملت رصيد في حياتك حافظ عليه مع كل موقف هتنقصه ورصيد ده هيخلص هيبازيك زي ايه حد خلاص انسا انك نجم كبير خلاص ومبيت شنجم كبير لا خلاص خلاص ومبيت شنجم كبير اه بزر